اشتركوا في القناة الآن لم نشهد أي إعلان رسمي من الشركة الناشرة اكتفجن حتى اليوم مؤخرا قامت حسابات هذا العنوان جميعها بتغيير الصورة الشخصية لللون الأسود اللي أحدث ضجة واسعة بين اللاعبين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي طبعا زي ما تعرفين على كل الأشياء اللي صارت الآن الحساب الرسمي للعبة كلف ديوتي على موقع تويتر اليوم بنشر عرض غامض يلمح على العنوان الجاي من السلسلة ويكشف عن موعد الكشف عن اللعبة اللي راح يكون يوم الخميس 30 مايو الساعة 8 بتوقيت المكة المكرمة يعني ان شاء الله اليوم الساعة 8 بتوقيت المكة المكرمة تجهزوا مع نزول مقطع ان شاء الله هذا بإذن الله راح يكون الساعة 8 بتوقيت المكة المكرمة راح يتشوفون التريلار حق اللعبة طبعا فيه كثير من المصادر غير رسمية والمقرمة من مطور أكدت أن الجزء الجديد راح يحمل اسم Call of Duty Mother Warfare راح يكون بمثابة إعادة إطلاق لسلسلات Mother Warfare وبتصور مختلف طبعا نشرت عدة تقالير أخرى تقول أن الجزء الجديد من السلسلة راح يتم كشف عنه في 30 من شهر مايو الحالي يعني يوم الخميس وهذه التسريبات تثبتت صحتها الآن طبعا اكتفيجيند راح تتواجد أيضا في معرض E3 2019 شهر الجاي وراح نشهد الكشف عن المزيد من التفاصيل واستعراض طرور أولاين الخاص بلعبة Call of Duty iPhone 16 واشتوقع عادتكم حول الجزء الجديد وهل راح يكون بالفعل تابع لسلسلة Mother Warfare عن نفسي أنا أشوفه راح يكون أكيد مدر وارفير خلاص إذا تم التأكيد لكن هل راح يكون الاسم هل هو Call of Duty Mother Warfare 4 أو راح يكون Call of Duty Mother Warfare باسم ثاني في أشياء عادة يكون راح يكون مدر وارفير 4 لكن السلسلة راح تكون مدر وارفير لكن باسم ثاني والشو ما ندري ننتظر بكرة اليوم إن شاء الله الساعة 8 مساء بتوقيت السعودي يعني إن شاء الله تقيدها بعد الفطور زي كذا يعني قبل الصلاة تقدرون تشوفون التريلر وعطونا رأيكم تعليقاتكم في الكومنت ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات إي صح إذا تحابين يعني تشوفون أخبار Call of Duty وإخبار الثانية ترى ينزل بالتويتر كل الأشياء أول بأول وبس في أمان الله